موسيقى نجبي سعيد تاجر سوق البيجاو عطق جمعية الامل لتجره النهاني سوق البيجاو الحقيقة احنا جد سعيدين بهذا القدم ديال الوالي اللي زارنا هذه الزيارة مؤخرا وحنا قل حالين بها وقع التجر مستبشرين الخير ان شاء الله بقدم سيال الوالي نشكره وفي الحقيقة نتمنى من الله ان شاء الله و تعالى نتمنى من المسؤولين نرى السر اللي غادي في سيد الوالي لانه جل لمدينة مراكش وقع المراكش ينستبصروا به خيرا نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفوا بالعود ديالهم ونرى النهج دياله في الإصلاحات اللي بها حانت السيد الوالي جاي باش يخدم وحنا الحمد لله في سوق البيجاو كنا تنتمنى هاد الزيارة هادي سنوات حانت حنا كنا تنلاضلوا على الإصلاحات ديال هاد الأسواق البلدية اللي في الحقيقة الشكل ديالهم موقع الشي يسير هاد الركب ديال الإصلاحات اللي كين في المغرب وفي الحقيقة مني تنشوف هاد الأسواق هادو تنشوفهم بعض الشكل هاد هاد الحال اللي وصلوا لها ما حقيقة ما تيعجبناش الحال وحنا الحمد لله الآن تنتمنى هم الله سبحانه وتعالى يصيبوا لنا هاد الأسواق هادو ونتمنى هم في أحسن من أحسن الأسواق تكون لجليها الزائر تدي ما يعود لان في الحقيقة أنا كتاجير اللي تنشوف السياح تيدخلوا لهاد السوق هادو وتي بدأت تصوروا في هادوك القزدير و هادوك البيشان و هادوك السلك دياله دول متاهالكة لان واحد منه رقع انا دراتني الخاطر ديالي فاشتروا وهد سياح تصوروا في سلك دول قدام المتاهالكة و في البيشان وطيض حقوت يقول لهم الحضارة قال لي بحلاكة قال عليه بطيخورنصي فذك شي انا دراتني خاطري وديمة دراتني خاطري وماتنحملش هاد المنظرها كافاش يجيو تتصوروا والتهمات يجيو تصوروا هادوك البيشان و هادوك البيشان و هادوك المناظر اللي ما في الحقيقة ما تردوش عليها احنا كموراكوشيين مسؤولة وتنقول للمسؤولين اللي يجزيهم بخير إلا بيكونش إصلاح إن شاء الله تعالى يكون شوية سريع حين تنسراكين اللي النهار دياله تيديه من هنا و إن شاء الله تعالى ما يكونش يطولوا عنا المد إلا كانش إصلاحات إن شاء الله تنتمنوا من الخير والله يجزيهم بخير عنا خير الجزاء شكرا سيد لواري بارك الله فيك